يعني أنا نحييها من هذا المنبر هذا يعني إخدام موقف شجاع شجاع والموقف هذا يعني ضد الناس اللي يتساند في الكيان الصهيوني وضد خاصة البلد تاعه البلد تاعه يعني معروف هو البلد اللي ساند الكيان الصهيوني ويتعرف بيه بالتطبيع وقلوا من هذا المنبر حاكم زياش ربي وفقك لأن أخذت قرار وتكلمت وهذا الكلام هذا يعني يبقى للتاريخ وقد يجعل له مشاكل علي بن شيخ حتى على مستوى بلده لأنه كان مباشر وقال بما فيها حكومة بلدي التي تساند الكيان الصهيوني علي بن شيخ حديثه أتلج صدور الكثير من الناس اللي تضامنوا مع القضية الفلسطينية نذكر فقط أن العدوان الغاشم ستمر عليه تقريبا سنة كاملة على ما حدث في 7 أكتوبر نحن على مقربة 7 أكتوبر بعد مرور قرابة عام المقاومة الفلسطينية لا تزال باسلة وواقفة إلى أخر رمق على كل حال زياش قالوا شوي خمم مد الرأي ديالو مد الرأي ديالو راو يلعب في تركيا على كل حال مي مد الرأيو وكي مرهو ران نشوفه الشعب المغربي يمانيفستي مع بولا بالسطين ران نشوفه فيهم يخرجوا يمانيفستي ويهضروا مد الرأيو في بلاده. سنه مليان سيطواني. يدفين مليان سيطواني. صح. من حكاله خلاص. تديريو ليو كي بلاده كتاعلي بوشي سيقولو ما دوك اللي بوشي سيقولو ما دوك تاعل حشاكم العواد هادوك لي ما يشوف لها بلاده يولي هكدا كيولو لعب تشولي روبو مشي هكدا قول هكدا روكد هكدا نودا هذا مدرعيو من الباب بوكو بلس باب الدين لانك يجب أن نعرف بلاد هادي فيها المسلمين ومسلمين او لا دوك هو مدرعيو لكو لاسويت نشوفو ردت الفعل نحن ردت الفعلية يعني رئيس اتحادية المغربية قالولو نحي المنشور هده ما حابش نحي المنشور هو لا عبدوها نحبش نحي المنشور قالو البوست اللي درتو تنحيه قالو من نحيش يعني تشوف اخدا 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 موقف امين اه حقيقة ان وقفة رجولية من اللاعب حاكم زياش ضد الكايين سهيوني وضد البلد تاعه اللي قعل بنهم اللي دارين تطبيع دونك وقال الحقيقة هذه حقيقة واحد ما يقدرين نحيها له البعض يقول امين انه لو كان يلعب ما زال يلعب في هولندا لأنه كان لعب سابق في اجاكس او لو كان كما يوسف عالطال يلعب في نادي نيس ربما ربما نقول ربما رضوان احنا ما لبناش ببالك تقدر تكون نوي صاح ممكن تقدر تكون كما بزاف لعبين كانوا يديروا منشورات نهار بدت الحرب ضد خاوتنا في غزة نظن باللي شاك فواي يقول لك ما تدخلوش البوليتيك مع كورة قادم مي هاديا ننقل وش دار اليوم زياش احنا ما نتكلموش او كان مع لبناش تقدر ببالك تكون عنده تردت فعل تقدر هو صح كان يلعى في انجلي طرق معده تنقل الى غلاطا ساراي في النادي التوركي ودار المنشور هذا بالنسبة لي قال الحقيقة وخلي الوقت هو اللي يحكم الان نتقلو للتدوينة ديال اللعب المغربي حاكم زياش لخرج البعض تدوينة تارت الانتباه وتارت اهتمام الناس خاصة الرواد مواقع التواصل الشمائي فالاول دار تدوينة اللولة فيها صورة ديال افراد من القوات الاسرائيلية كتبث واحد الشاب شهيد من مصطح تكتصورة علق عليها حاكم زياش بالقول دعوني ان اوضح شيئا مهما تبا لاسرائيل ولكل دولة اخرى تدعم هذا النوع من التصرفات زيان كما كنشوف مرهاد تدوينة اخرى ونبت القصيد قال تدوينة الاخيرة كانت ايضا لحكومة بلادنا المغرب التي تدعم الابادة الشماعية وللدول الاخرى التي تدعم ذلك عار عليكم كفا يعني كفا وأقول لإخواني وأخواتي في المغرب وفي أنحاء العالم حافظوا على أصواتكم عالية قدر الإمكان أنا معكم جميعا الحرية في فلسطين وطبعا هذه التدوينات ترت اهتمام نشطة توصل الشميع للبحث في الليل فعلا انتشرت كالنار في في الهاشين والمفاجئ على أنه تسحب التدوين التانية لكتكلم فعل الحكومة المغربية وخلت تدوين اللولة اللي فيها الصورة كما كنشوف هنا تزعات أو اختلفات ردود الفعل والنقاش كانوا مجموعة من الناس اللي حيّوا حاكم سياش وطب رهبطال لأنه قال الشي اللي مقدش وحدين أخرين يقولوه وربما تكلم بلسان مجموعة من المغاربة أو مجموعة من المسلمين وفهد مسألة هذي الله يزيكم بخير ما نزايدوش واحد ما اعتبر رأسه بأنه هو في لي فلسطين كثير من الآخر وأنه راجز كثير من الآخر باش ننقشو نقشو بهدوء فطبعا عندك الكلام اللي قال له زياش ما عدا واحد الجملة فقع المغاربة متفقين إليه وكل إنسان في الأرض لابد أنه يرفض الإبادة الجماعية والشركة مارسولكية الصهيونية على إخواننا في فلسطين والصمت دي العالم وكذا 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 لكن أنه تصل بالجرأة لحكيم زياش على أنه يتهم الحكومة المغربية بأنها تدعم الإبادة الجماعية فهنا قسن حبسو قسن حبسو هنا راه أضرب المغاربة مشغل المغرب والحكومة المغربية راه أضرب المغاربة من الساس حتى للرس والأغرب في ذلك هو المثير للانتباه لأنه سحاب لكتدوينه ومدى التدوينه قاله رجلا هذا والرجال خليل ومن يقول العشق سنقول الرجلا ما بخاتش بخاتل هربا صوت كي بو إذن كيف إذن حكيم زياش الآن هالتداعيات قسموا الناس كاللي يدعموا كاللي ينتقدوا الناس نتقدوه ونسمعه 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 بجوش وخاصة أنه يتهم الحكومة المغربية بأنها تدعم الإبادة الجماعية وتدعم الإبادة الجماعية شف الكلمات كتقيلة تدعم الإبادة الجماعية تدعم ربما أنه تدعم بالمال والسلاح والوجود وتواجد وكذا وكذا الناس كله بكي عرفوا موقف المغاربة من القضية الفلسطينية والناس اللي خصومنا تعترفون بيدعمنا للقضية الفلسطينية وصاحب جلاله في آخر خطاب العرش هتكلم عن القضية الفلسطينية وطاحقها وانا ما فيش نقاش ما فيش مزايدة لو أن حاكم الزياج تكلم بغير التطبيع ورافض التطبيع ممكن ولكن أنه يوصل بتكلم ذكي حكومة المغربية وهو لاعب المنتخب الوطني وأكثر من ذلك هو عميد المنتخب الوطني للكرة القدم فهنا تساؤلات كبيرة وخاصة على حدف التدوينة علاش حاكم زياج حدف ذكي التدوينة مادم أنه مقتلع ذكي الكلام واش هو ندم الرسول واش تدخل شو واحد بالهاتف قالوا الله يجيزك بيخير حيدها واش تصل وهبي شو واحد الهاتف ودار فيه وزغليه كما نقول هاك وسخسخو يكمل ودية وقاتل أوليدي الله يهديك شاشك تدير يكمل 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 تفسير تخلي يقول وكان احتمال يطرحه بعض الناس وهو أنه الحساب يمكن يكون تعرض القرصنة يعني شمو قرصنين دخلوا وداروا ذكي التدوينة ولكي السؤال هناك يطرح علش تدوين أبقات وتدوين مشات وذلك تدوين المشات هي اللي تعني الحكومة المغربية زيتنا على ذلك نحن عفو رأس لأن ندير شيء تدوين فيسبوك مثلا أو تويتر أو شيء تضغير شيء خاطئ بعد ما تغير الدال لا تضغير ذال صاحبك يقول راه الذي نسمي نقطة الناس يردون لك هذا رلاعب مشهور ومعروف مش حال فيه لذلك خرفين متابعين رقم هائل لا بد يقول شيء تدير وهو سيكون وسائل يبرر نفسه ويقوم بيان ويقول يطلب المتحاب ويقول مشروف العسؤول ديانا بريم تكتبونا مدرهاش إذن أمام الصمت حاكم زياش الآن احتماعات كبيرة على أنه صاحب تدوين تاني السؤال يتطرح الآن ويش ما زال غالي قرق في المتخاب والأصافي كلي كيش بدل الوسام وكيش تلعسئلة كيف زيارة كتطرح وهو يمكن حدف تدوين لتفادي كل ما مشئنه ويكي ما نعساب دا كل ما مشئنه هواقع تدوين شدات والتنصرات والميساج وصل كل شي تتكلم لأنه أي منتوج إبداعي أي قصيدة أي كتابة أي 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 قبل ما تنشرها تتكون ديالك تصرفها كما بغيت حتى فيما بغيت بالصح ما تكمل وكتنشرها رمقاج ديالك هذي المتلقي يدير فيها ما بغى وادك الشي اللي الآن المتلقي تلقاها ويحللها كما يشاء مع الأسف كنت أسف بزاف أنه حكيم زياش طح فهذا الموقف لقع فيه نقاش ونتمنو ما تكونش تداعيات عليه للشخص أما بالنسبة لتدوين كتدوين أو كمغربي فعلا فعلا جابتنا الهضراء الخاصة من خصوم التربية تستنو غير ما يسمع هذي ما يسمع هوا مش الدف هذي في السيدة لذلك فدق غليش الدف هذي وشدف الصور للوحد للنساء عندهم مشكل في نحية ذي لهم قدموا الولاء ذي لهم عن بعد لصاحب الجلالة تعتبر بأنهم رمي عبد 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 نتسبب في البلاء ونتعجب إذا وقع وكانتوف صلى آخرين وما تغفقون إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر